في حكاية كده من فترة جات على بالي وعايزة أكلمكم فيها ساعات كده أما الضبوط بتزيد في الحياة والمشاكل بتزيد والمسئوليات بتزيد بتقول أو بقول يا ساتر أنا عايزة أروح أعيش في جزيرة لوحدي أنا مش عايزة حد هل الكلام ده مظبوط؟ فكرتوا فيها أنكم مرة لو قلتوا أو لقيتوا نفسكم صحيتوا لقيتوا نفسكم على الأرض لوحدكم فيش أهل فيه صحاب فيش جران تخيل أنك لوحدك تماما عايش من غير أي حد ممكن الناس تفرح وتقول لك يا عروحة نفسية ومش هيبقى عندي مشاكل وهعيش في هدوء بس يا ترى الهدوء ده فعلا هتستمتعوا بيه قد إيه؟ يوم؟ يومين؟ شهر؟ تب و بعد كده بتهيق لي أكيد هتزهقه أكيد هتحس أنك محتاج ونس محتاج حد تحكي له وجعك تاخد رأيه في مشاكلك هو ده بالضبط اللي لازم كلنا نفهمه يا جماعة أن حياتنا ما ينفعش تكمل من غير ناس الناس اللي حوالينا وعلشان نعيش حياة سعيدة بجد لازم نستحمل بعض نستحمل بعض شوية ونسنت بعض شويتين ولما نزعل من بعض بلاش يبقى زعلنا وحش قوي كده ويوصل أننا نقاطع بعض بالسنين علشان الحياة مش مستهلة أقول لكم على حاجة أنا بعرفش أكل وحدي يعني لو قاعدة في البيت وعايز أكل ممكن أكلم جارة أقول لها تغدتي تعالي تغدي معايا أو أنا هكذا تغدى معاك لأن بجد مش بعرف أكل وحدي أنا من الناس اللي ما بعرفش أعيش من غير ناس حوالي الناس أبقى منطمنة أني لو احتاجتهم حيلقوني حلقيهم ولو احتاجوا لي حيلقوني أحل مشكلة لحد أساعد حد الحياة جماعة مش مستهلة أبدا أننا نخسر بعض لأي سبب والله الفكرة دي جات على بالي وحابت أنا أشكو فيها فسامحوني آخرها متر في متر والجنة من غير ناس ما تندس ودلوقتي هنروح لفاصل ونرجع نكمل حلقتنا شكرا